يلا تحية صباحية متجددة أهلا بكل الأحبة الذين يلتحقوا بنا الآن في برنامج الشروق مورلينج برنامجكم الصباحي برنامج كل عائلات من داخل وخارج الوطن ليتابعونا خاصة الأوفياء منهم وراهم بزاف كلما افتحنا باب التفاعلين لمشاهدين شفنا توصلنا عشرات المكالمات الهاتفية من مختلف ولايات الوطن إذن إن شاء الله تكملوا وتتفاعلوا معنا اليوم كذلك يلا مشاهدين دون إطالة قراءة في الصحف الوطنية العربية وحتى الأجنبية في فقرة منشت مباشرة بعد هذا الفاصل قراءة في الصحف الجزائرية العربية وحتى الأجنبية منها الشروق اليومي تأتيكم بثلاثة عنوين رئيسية في الأمن في المالية وأيضا في التربية وتقرؤون في قطاية التربية حيث عنونت هذه اليومية بالبنط العريضة زيادات في أجور التربية وزير القطاع يؤكد إدماج 62 ألف أستاذ تطبيقا للقرار الرئاسي الأخير ولا ترسم للمتعاقدين القدامى تقرؤون في قطاع المالية مشاهدين تحقيقات في ممتلكات ومداخل الأثرياء وملاحقة المتهربين إجراءات مشددة تخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الثروة خلال 2023 وتدابير جديد تهدف إلى رفع نسبة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الجبائية تقرؤون في شأن أمني على رأسي الصفحة الأولى محاربة الإرهاب والترهيب والجريمة والتهرب والجريمة نتائج نوعية في سنة 2022 تقرؤون في تفاصيل هذه اليومية مشاهدين هذا المقالة المعنون كالتالي نظام مخزن من فضيحة إلى أخرى خلال ساعات حيث تواصلت الفضائح الدبلوماسية المغربية في ساعات الماضية وأقدرها تلك التي وقعها سفير المملكة في أديسة بابا بعد أن أحدث عراكا داخل مقر البرلمان الإفريقي في جنوب إفريقيا حيث تهجم محمد عروشي بكلمات على السفير الصحراوي بجنوب إفريقيا عضو الأمان الوطنية لجبهة البوليزاريو محمد يسلم بسطبل تفوها بعبارات خادشة للحياء في حقها تقرؤون مشاهدنا في مقال جانبي هكذا يتم منح إعانات الدولة للولايات والسماح بالاقتراض يتيح مشروع قانون الولاية والمتواجد على طاولة اللجنة المختصة بمراجعة النص الجديد لولاة الجمهورية الاستفادة من قروض الدولة لمباشرة مشاريع من شأنها إنعاش خزينة الولاية في حالات خاصة وكذا الاستفادة من إعانات الدولة وفق شروط معينة وهي الإجراءات التي ستسمح بالقضاء على مناطق الظل وفق المخاطط الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفي تربية يأتيكم هذا المقال في صفحة الرابعة لا ترسيم للمتعاقدين القدامى وفرصتهم عبر مسابقات التوظيف حيث أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد عن الانتهاء من إدماج الأساتذة المتعاقدين في ظرف قياسي وإغلاقه بشكل نهائي فيما فصل بالمقابل بخصوص فئة المتعاقدين القدامى إذ أكد بأنهم غير معنيين بإجراءات الترسيم التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون غير أنه سيتم فتح المجال أمامهم للمشاركة في مسابقات التوظيف خارجية مستقبلية للإتحاق بمنصب أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة بالمقابل قفز عدد المدمجين من 59.987 أستاذ إلى 62 ألف أستاذ بزيادة تقدر بنحو 2013 أستاذ وهو العدد الذي سيضمن الاستقرار للقطاع على مدار موسمين دراسيين المساء هي الأخرى تأتيكم بعنوين رئيسية في افتتاحيتها الصادرة لنهار اليوم في التربية وأيضا في الإعلام وتقرؤون مكاسب همى للتلميذ والمربي بعد السنكيام إعادة النظر في امتحاني الباك والبيام تقرؤون 2023 مفاجآت صار وقرارات غير مسبوقة قريرا تتعرفون على تفاصيلها في صفحتي الثالثة وعلى رأسي صفحتي الأولى يؤكد وزير الاتصال إنجاح الشان وتشريف الجزائر مسؤولية الإعلام وفي الإعلام دائما مشاهدين تقرؤون هذا المقال الذي يأتيكم في صفحة ثالثة من هذه اليومية فيما يخص مشاريع قوانين الإعلام الجديدة في نقاش برلماني تستعد لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعب الوطني لاستقبال مجموعة من خبراء القطاع ومديرين مركزيين ونقبيين لإثراء النقاش حول مشاريع القوانين الثلاثة للإعلام التي ينتظر أن يعرضها وزير الاتصال محمد بسلماني على أعضاء اللجنة قبل فتح النقاش بشأنها منتصف الشهر الجارية وأكد علالة بوثلجة نائب رئيس المجلس الشعب الوطني في تصريح للمساء أنه بعد إحالة مشاريع القانون العزوي للإعلام وسمعية البصري وصحف المكتوبة والإلكترونية ينتظر دراسة هذه الأخيرة وبرمجتها من قبل مكتب المجلس حسب جدول ورزنامت أقول المشاريع المحالة عليه وهي مشاريع الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممالسة حق الإضراب ومشروع قانون الحق النقابية في قطاع التربية أيضا تعلوين النصر صدر صفحتي الأولى وتكتب نظام تعويذي جديد لفائدات موظف قطاع التربية وبسلماني يدعو الإعلام إلى إبراز الصورة الحقيقية للجزائر خلال بطولة أمم إفريقيا للعبين المحليين تقرؤون الجيش يسجد نتائج نوعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أخبار اليوم تعود هي الأخرى إلى هذا الخبر نتائج نوعية التي حققها الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2022 وتكتب الجيش يحقق نتائج معتبرة في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتعود هي الأخرى إلى تصريحات وزير التربية وتكتب مشروع قانون موظفي قطاع التربية جاهز وتقرؤون أيضا أسفل صفحتي الأولى حيث تعود هذه اليومية إلى الحدث المتمثل في العطلة الشتوية بالنسبة لتلميذ المتمدرسين وتكتبها كذا تقضي العائلات الجزائرية غطلة الشتاء حركية واسعة حبر فضاءات التسلية وفي تفاصيل هذه اليومية تقرؤون في شأن فلاحية افتتاح واعد لتموين أسواق الشمال باللحوم الجنوبية الحمراء حيث عرفت عملية تموين أسواق شمال الوطن باللحوم الحمراء من ولايتين من نناصة وأدرار خلال سنة 2022 انطلاق واعدة بفضل اتخاذ عيد التدابير لتدعيم وتأثير هذا النشاط التجاري بولاية أدرار تكتب أخبار اليوم أبرز المفتش البيطري عياشي بوحو سنه تم تسويق مجموعة 1138 طن من اللحوم الحمراء من مذبح الولاية منذ الشروع في هذه العملية وجرى تسجيل ارتفاع ملحوظ بخصوص الكمية المسبقة حيث بلغت خلال سنة 2022 945 طن مقارنة بسنة 2021 التي تم فيها نقل 193 طن نحو أسواق ولاية الشمال الصحافة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية تطلقت هي الأخرى إلى النتائج النوعية التي حققها الجيش الوطني الشعبي في افتتاحيتها الصادرة لنهار اليوم وعنونت النتائج النوعية للجيش الوطني الشعبي كما عادت إلى تصريحات محمد بو اسليماني وزير الاتصال الذي دعا الإعلام إلى مرافقة الشعن وتسويق الصورة الحقيقية للجزائر أو الترويج لصورة الحقيقية للجزائر تقرؤون في صحفة العربية وفي يومية القدس العربية التي اخترناها لكم اليوم قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق واخلية تعمل مع إيران قرب الحدود استهداف فلسطينيين في جنين ووزير الأمن الإسرائيلي يؤجل اقتحام المسجد الأقصى تونس السلطة تصعد وتحيل ثلاثة معارضين للتحقيق وجدل حول اعتقال داعية كويتية تقرؤون في صحفة الأجنبية والفرنسية منها حيث اخترنا لكم اليوم عدد لفيقاغو وجاء فيه هذا العنوان الرئيسي ملف التقاعد الهجرة والطاقة دخول اجتماعي محفوف بالمخاطر وفي صحفة البريطانية التي تعود إلى أزمة الصحة العمومية وتعنوين في عددها صادر لنهار اليوم اخترناه لكم أزمة الصحة الوطنية التي لا تطاق ستستمر حتى عيد الفسحة يحذر قادة الصحة من هذه الوضعية المتأذمة بهذا نختم وإياكم معرض الصحة فاني نهار اليوم شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء موضوع عائها من النساء والرجال اليوم في فقرة المستهلك الحديث عن صالونات حلاقة تمارس فيها مهنة الطب باسم التجميل هذا ما وقفت عليها منظمة حماية المستهلك ويحدثنا عن تفاصيل مدهمة كانت دخلة فيها عديد الطرف فادي تميم المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك وإرشاد حذر معنا اليوم في الأستوديو صباحك سعيد فادي أهلا وسهلا بك إذن فادي الأكيد أنكم من خلال هذه المنظمة يعني تسعاوا للتحسيس وأيضا التوعية وتوقفوا على الكثير من الظواهر لأن هذه الحاجة أصبحت بمثابة ظاهرة كنا نسمعوا عليها بزيف لكن أننا نشوفوا الصور بعيننا فيديوهات رصدتها هذه المنظمة لنا منذ يومين على صفحتكم الرسمية حدثنا عن هذه المدهمة كنا نشارك فيها نعم يعني هذه المدهمة كانت في ولاية وهران في لجنة الصحة والبيئة تبع البلدية وهران اللي هي مشكورة قد تقوم بعمل يعني جبار جدا جدا في كشف جميع الأماكن وجميع النشاطات اللي فيها تلاعبات وفيها ظواهر بمشاركة المصالح الأمنية مديرية التجارة وطبعا المكتب الولائي للمنظمة عن ولاية وهران أولا يعني نقول أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة جدا جدا لا يشعر في وهران لا يشعر في جميع ربوع الوطن وللأسف شديد تلقى إقبال من طرف النساء لتدني أسعار التدخلات فيها أسعار تنافسية بالمقارنة مع عيادة التجميل نعم يعني العمل المهنة التجميل أو صالونات التجميل عندها مهام محددة قانونا لا تقدرش تخرج عليها لكن للأسف الشديد يعني من أجل المكسب من أجل الربح ولاقة إقبال من طرف الفتيات من طرف النساء انتقلوا إلى عمليات تعتبر تدخلات طبية لا يسمح لهم القانون أولا بمثل هذه العمليات لأنه عمليات تجميل في الجزائر هي عمليات تعتبر عمليات طبية لازم تكون في مكان طبي تحت إشراف طبيب مختص وموش واحد يروح يدير تكوين عشر أيام ولا شهر ومبعد يجي يقول لك أنا نقوم بعمليات ورأي شوفوا هذه الدورات التكوينية يعني خمسة عشر أيام خمسة عشر يوم متولي يعني مختص في التجميل أكيد يعني التجميل التجميل يعني عمليات تجميل ولا حتى يعني الوزار التكوين المهني وفروع التكوين المهني عبر الوطن تكون يعني ما يسمى بالمهنة التجميل والحلاقة لكن ما هيش بالطريقة هذه بالعكس هو التجميل يعني الخارجي أو يعني قص الأظافر أو الحلاقة كين فراغ يعني أو نقص في الجزائر من العيادات المختصة في عمليات التجميل حتى أسعارها في الجزائر ما زالت مرتفعة الأسعار مرتفعة لكن ما كانش نقص يعني كينجي نشوفو يعني كين يعني مقارنة بالسنوات الماضية لكن ربما الأسعار نظرني غلاء الأسعار وهذا يعود إلى تكوين الطبيب يعني طبيب مختص ما يقدرش يقدم في العيادات وعنده عادة يعني أنت لما تقولي متوفرة متوفرة في كبرى المدن يعني للأسف شديد في مدن أخرى لكن رهران على سبيل متوفرة مدينة مشهورة فيها 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 لكن يعني الأسعار تحها مقارنة بما يتم تدوله في مثل هذه الصالونات اللي لازمنا نقوله أنه تمارس هذا النشاط بطريقة غير شرعية والدليل يعني لما تم مدهمة يعني أو معينة هذا المحل وجدوا أجهزة وآلات معدات طيبية ماهوش القادم ما يسمحش بها وتثبت أنهم يقوموا بعمليات تجميل يعني هما يعتبروها للأسف شديد أن يعتبروها عبارة عن حق للبوتوكس ولا عبر عادية لكن احنا نبه المستهلك أنه في مثل هذه الأمور لماذا القانون يقول لازم يكون طبيب مختص لأنه في حالة حدوث انعكاسات سلبية أو مضاعفات يكون هناك طبيب يكون هناك فريق طبي يدخل مباشرة وإحنا يعني نقول لك قبل سنوات كانت توصلنا الكثير من الشكاوي ونتائج كارثية هذه اللي حبيت نسق سيك عليها كيفاش يعني وصلت لهذه المدهمة وصلت لكم التبليغ كان هناك تحقيق هي المدهمة هذه كانت في إطار خرجات عادية لكن الكارثة كتشفت أثناء خرجة عادية لتحسيس بها نشوفه وشي هما الظروف الصحية في ممارسة مثل هذه المهنة يعني نقوله أنه في الجزائر أيضا يعني للأسف شديد هناك إشكالية في الظروف الصحية في مثل هذه الأماكن نزيده احنا نحطه باللي نقدر نديره عمليات جراحية ليس عمليات جراحية تدخلات تجميلية هذا أمر غير وارد نهائيا والقانون يمنعه وفي حالة حدوث يعني انعكاسات خطيرة ولا تشوهات للمرأة اللي قامت بمثل هذه العملية هنا صاحب صالون التجميل يتعرض لعقوبات قاسية لأنه القانون ما يسمحلوش أنه يدور مثل هذه العملية ووصلتنا يعني منذ سنوات هي توصلنا الكثير من الشكاوي والصور اللي تشوفيها تحسي أنه هناك خطر لما وحدها تقوم في حسابها أنه تدير عملية تدخل جراحية تدخل تجميلي بسيط وتلقى نفسها بعد ذلك في وجهها متشوهة رهي حاجة تبقى تبقى تبقىها مدى الحياة حياتها كامل أكيد وشنه هي أهم الأشياء اللي وقفتوا عليها أعطينا تفاصيل حابين نعرفوا تحدث عن العتد الاستشفائي لمستحيل يكون في صالونات الحلاقة والتجميل وصبتها أيضا ربما بعض المواد المنتهية الصلاحية يعني أكيد أكيد شوفي مثل ما أثبته أثناء التدخل يعني بعد تواصلي مع رئيس مكتب وهران أنه وجدوا عندهم إبرت على البوتوكس وجدوا عندهم مادة البوتوكس في حذاتها أيضا يعني من بين نقاط سلبية في صالونات التجميل أنها تعمل على تسويق منتجات السعار يعني هو مستفيد أنه تكون أسعارها مخافضة كيف تكون أسعارها مخافضة أنه مدة صلاحية تحق قريبة أو جوزت مدة صلاحية يعني يعتمد أنه ما حيصراواله هذه النقطة الخطيرة جدا لأنه لما نقوله إحنا ما حيصراواله القانون وضع مدة صلاحية ولا يجب استعمالها لما ندخل هنا صالون تجميل ونلقى مادة منتهية صلاحية يحسب صاحب الصالون لأنه يعلم أنه مدة هذه منتهية صلاحية هو يستعملوا على الزبائن تاهم أكيد ربما أيضاً من اللجوء إلى تخدير بعد الزبائن أليس كذلك يعني أنا نستيزم شيء كامل ناس يتحكموا فيها وحتى يعني المقدار تحى يعني تختلف من شخص إلى آخر يعني كنرحوا إلى المستشفى وللعيادة الخاصة لازم نقوموا باختبارات قبل ذلك قبل ما أكيد أكيد يعني لما واحد ما نخدوذك الجرعة لما واحد يمر عبر يعني مؤسسة استشفائية ولا مؤسسة طبية كين إجراءات وكين تحاليل وكين ناس درسوا هذا الأمر وعندهم التكوين اللازم نرجع ونقول لك أنه لا يوجد تكوينات في الجزائر لعمليات التجميل أو الحقن بالبوتوكس هذو ناس يقوموا بعمليات تكوين ما تكون وهمية ما هي عمليات تكوين تعنصب واحتيال الشهادة اللي يتحصلوا عليها ولا الشهادة اللي تثبت تكوين تحام ما غير ما تعرف فيها في الدولة هنا يعني خليني نذكر يعني نقطة مهمة أنه يجب على الدولة تحديد مثل هذه النشاطات يعني للأسف انتشارها صاحب المؤسسة سارع لمثل هذه النشاطات أو صاحبة صالون تجميل تسارع لهذه النشاطات بنعرفوا أنه الأسعار تحها مغرية ودخل فائدة كبيرة كبيرة لكن هنا نتساءلوا كيف يحصل صاحب هذه الصالون على معدات طبية وكيف يحصل على مواد من المفروض أنه ما هيش تسوق عاديا ثانيا يجب على الجهات المختصة يعني تنظيم مثل هذه المهن والضرب يدبع من حديد لأنه نشوفوا أنه الكارثة أو النتائج الكارثية من بعد اللي ممكن تفقد يعني تشوه وجه إمرأة مدى الحياة هذه النتيجة كارثية من المفروض أنه نتعاملوا بقسوة في مثل هذه الأمور من أجل الحد من هذه العمليات أكيد احنا تحدثنا عن عمليات التجميل خاصة ربما بالبشرة حتى زرعة الشعر ربما تزرى في هذه الصالونات تجميل كثير كثير من الأمور علاج بعض الأمراض الجلية ربما صدفة أيضا شوفي الآن يعني احنا في عصر التكنولوجيا أصبح التسويق لأي واحد من هب ودب يقوم بعمليات ويسوق لهذه العمليات ولكن حتى المؤثرين عندهم دورهم أكيد يعني المؤثر لما يقوم بترويج لمثل هذه الصالونات أنا أعطيك مثال عندها سنتين يعني بعثت وحدة بعثت نقاش صدار بينها وبين صاحبة الصالون قامت لها بعملية هذه العملية أثت إلى يعني مشكل بالنسبة لهذه المرأة يعني تشوفي الوقاحة وتشوفي حتى الطريقة اللي يتعاملوا بعد ما أخذت الدراهم يعني طريقة مخزية جدا احنا دورها يعني دورنا كجمعيات لحماية المستهلك ودور السلطات المعنية بالرقابة أنه نمنع مثل هذه الأمور استباقيا ما نخليه الكارثة تحدث والآن نحن في المنظمة نقول أنه موج غير صالون التجميل اللي يلقاوها في وهران يقوم به هذه العملية هنا في جزاء العاصمة هنا في جزاء العاصمة كاين عشرات إن لم نقل المئات من صالون التجميل تسارع لمثل هذه العمليات من أجل الكسب ومن أجل يعني رفع رقم الأعمال أكيد كاين إجراء أيضا تقوم به هذه الصانونات كنا وقفنا عليها مع الأطباء المختصين في الطب الأسنان ليكونوا في معظم أحيان ضيوفنا هنا وجه تحية لما سيليا أو سيليا عفوا أقول رح تعرف رح يتابع فينا وأيضا بلا لدينا لضيفنا أيضا يرافقنا في فقرات الطب الأسنان ونحدر من عملية تبييض الأسنان في هذه الصانونات يعني تبييض الأسنان وقل حتي حتى تقويم الأسنان نحن واسه تبييض الأسنان إجراء طبي بامتياز يأخذ الطبيب مجموعة من الاحتياطات باش ما تتقفرش للثة لأنها هشة وضعيفة لكن شوفوا صانونات التجميل يعني يديروا هذا الإجراء وعلى جلسات يعني نعم شوفي أنه يعني الهم الكبير للمرأة هي جمالها ويعتمدوا هما في سياستهم تسويقية هذه الأمور أي شيء يكون يعني في الخارج جذب الانتباه أو معدات جديدة أو عمليات جديدة يقوموا باستعماله هنا لكن نعيد ونكرر أنه هنا راهم يتعلموا الحفافة في رأس الليتام لأنه راهم يتعلموا في زبائن هم أشخاص ما فاتوش على دوارات هذه الناس ما فاتوش على دوارات تكوينية ما فاتوش ما عندهمش يعني كما نقول احنا المقوم العلمي اللي يسمح لهم بمثل هذه العمليات بالعكس هم قادرين يتعلموا أقول الأسف شديد كاي الناس اللي الآن اشتهرت في هذا المجال بطريقة بطريقة أو بأخرى أيضا أنت يا ذكرتي نقطة مهمة أنه وحدة مؤثرة في السوشيال ميديا صحيح لما تقوم بالإشهار هذا نبهم أنه هذا العمل غير قانوني لأنها قاعدة تقوم بعملية إشهار لنشاط غير قانوني غير قانوني قانونا في الجزائر ما يسمحش لصالونة التجميل بكل هذه الأمور اللي يبتدعوها هما الفيدةهم وين الفيدةهم أنه يزيد عدد الزبائن تحم الفيدةهم أنه يخلوا مبلغ خيالية خيالية بلك هذه المؤثرة ترح بركبش تأخذ دراهم يعطيك صحة يعطيك صحة الآن نشوفه أنه هذه انتشار أيضا نبه سيدات والآنسات اللي يشوفوا فينا أنه هذا الأمر خطير جدا حقن البوتوكس في مكان مثل هذا ممكن يؤدي إلى شل تعوجه وشفناها ممكن يؤدي إلى تشوهات لماذا يعني من أجل أنت يا رايحة أكثر من ذلك بلك فادي نشوفه في المستشفيات والعيادات الخاصة العتاد المستعمل يعني يتلف لكن ربما في هذه العيادات يعني هذه الحفافة هذه الحفافة اللي راح تحقنك البوتوكس منتهي الصلاحية أكيد أنها هذه يعني الحقنة راح تستعملها عدة مرات أليس كذلك وهذا وحتى التعقيم بلك ما تعقمش العتاد التحاو هذا سوف يؤدي إلى انتقال بعض الفيروسات على غرار ربما نقص المناعة اللي هو سيدة بلك ينتشر بهذه الطريقة يعني للأسف شديد يعني ذكرت نقطة أنه هذه المؤسسات ما هيش يعني هي في حذتها ما هيش مجهزة لمثل هذه العمليات بالإضافة إلى يعني أجهزة التعقيم اللي استعملوها في الأماكن الطبية ما عندهمش والتعقيم في أي عملية عندها دواعي طبية لازم تعقيم أمر ضروري ومهم وأيضا ما استعملوش حاجة لعدة أشخاص لأنه الجميع يعلم معناش بزاف من اللي فتنا على اليوم العالمي لنقص المناعة نعرف أنه مثل هذه الأمور أو استعمال نفس نفس الألة لعدة أشخاص ممكن ينقل مرض من شخص إلى شخص هاي الإشكالية الكبيرة نزيد نكرر أنه هذو الناس ما عندهمش الصفة القانونية لممارسة هذا النشاط وعلى كل شخص يعني فات بتجربة سيئة ولا يعرف مكان يتم فيه التبليغ والجهات المعنية ستقوم بإيقاف نشاطهم مباشرة لكن ربما ضحايا هذه العمليات ما يرحوش يشتكوا يعني للعدالة يحشموا الكثير يعني جربناها نحن وصلتنا شكاوي لما قلنا هل تريدين متابعة قضائية لأنه نحن في المنظمة لما توصلنا بشكوى نعالجوها من بين الأمور نشوفه المستهلك هو أيضا من المستهلك لقدم الشكوى هل يريد الذهاب إلى متابعة قضائية لأن القانون يسمح والقانون حماية المستهلك يسمح لنا كمنظمة في التأسس كطرف مدني في مثل هذه القضايا تلقيهم تقول لك أنا بعثت لكم بها تنبهوا الناس أنا صارت لي صح ما نحبش أنه نبان ونعرف خاصية المجتمع الجزائري هم يستغلون يعني هذه الأمور لكن أي وحدة تعرضت لعملية نصب مثل هذا من حقها القانوني ويعني حتى الأخلاقي أنه تنبه الناس الآخرين تعطي شهادتها بهناس أخرى تعتبر وللأسف شديد نشوفه أنه يعني قليل من القضايا مثل هذا النوع اللي تنتشر لأنه الطرف الآخر لا يريد أنه يبان شخصيته ولا من هو في هذه النقطة هي لمخلاتش الكثير من القضايا نحن في المنظمة للأسف شديد يعني عندنا لما يقدمنا واحد شكوى لازمنا نحميه شخصيته وما نقدروش عن الكثير من الصور لوجوه وصلتنا فيها الكثير من المشاكل بعد هذه العمليات أكيد يلا فادي خلينا نروح نتابعه هذا الفيديو لرزدات المنظمة نشوفه نشوفه يعني في الفيديو شوفه حتى الأجهزة حتى المعدات اللي موجودة تحسير نفسك في عيادة طبية شوفي شوفي الكم الكثير حتى الحجامة ما تدرماش عنها الحجامة منتشرة بصفة راهبة كمني يعني وسع الحجامة واللي الأسف يجوك من جهة الدين نعم الجزائرين يعني يعني يوضعوا ثقة في رجال الدين وحتى ربما المرشيدات تقول لك جوزل عن الدين وسيلك الحجامة كانوا رجال همان يوسوا هدوك حتى النساء كانوا يقبال كبير ويعني ما يخذوا حتى إجراءات وقائية شوفي مشكلة الحجامة أيضا يعني مشكلة كبيرة وفي الآن شوفي المشكلة الخطير وشي هو لما ما يكونش عندك حاجة في القانون تقول ممنوح وبالمقابل ما كانش حاجة في القانون تقول أنه مسموح هنا الفراغ هذا القانون يخلي ناس تولي تمارس هذه المهنة بدون يعني أي ضوابط بالعكس أنا عندي الحجامة في الجزائر الحجامة منتشرة نقولها بصراحة في الجزائر العديد من الأفراد يروحوا للحجامة عليها ما نقنوش هذه المهنة ونخليها عندها ضوابط معينة أكيد ونخليها الآن لما ما كانش قانون يضبطها تصبح هذه العملية تمارس في أي مكان وكما قلنا نرجع نفس ما قيل على عمليات عمليات التجميل يقال على الحجامة لما تكون المعدات ما هيش معاقمة لما تكون المعدات هذه ما هيش يعني صالح الاستعمال ولا ما لازمش وحتى المكان المكان اللي تجرى فيه الحجامة لازم يكون مكان ربما مهيئ لأي طوارئ بلك واحد صارت عنده مضاعفات أغلب الناس اللي تمارس نشاط الحجامة تعتمد على سجل تجاري فيه كما نقوله الرمز تاع العناية جسدية المفروض يعني المفروض أنه عملية كين نشاط تجاري بان جديد ولا عمليات بان جديدة نعطيها الإطار القانوني نقوله عملية الحجامة يقوم بها أكتوفها عينات من الدم لما نقوله أنه الحجامة يقوم بها طبيب مختص ولا نقوله يقوم بها شخص عنده تكوين من كذا إلى كذا وعنده المؤهلات العلمية لتخليه يقوم بهذه العملية هاي المواصفات لتكون فيها عمل مكان لينديروا فيه الحجامة ثم يعني وضعنا القانون الآن الجميع يدير سجل تجاري تاع العناية الجسدية ومن بعد يمارس داخلها الحجامة الإبر الصينية ما إلى ذلك يعني أمور هنا يعني هنا خليني نفتح قوس ونقول لك أنه العلاج بالنحل هنا العلاج بالنحل نشوفوا أنه كأن نشاطات جديدة تظهر للأسف الشديد السلوطات ما تسبقش لازم نكونوا سباقين في مثل هذه الأمور ظهر نشاط ما يخليوه شي ينتشر ومن بعد نحب ونقنوه نقنوه قبل بدايته أكيد تشوفه في الصور اللي هنا في الفيديو يعني تحسي روحك أنك مكيش في صالون للتجميل أو دجاء أو كين كين ها هو الصورة لو يرجع الناس وارتع أمور تعل حجامة هذا هو الحبر الخاصين ببوتوكس صحيح أيضا نقطة مهمة أنت يذكرتي تبيض الأسنان أيضا هذون الأشخاص يعني أي آلة جديدة تظهر في العالم عندهم الإمكانية المالية يجيبوها ويجربوها عنها يعني استثمار ثاقيل هذي أموال طائلة رأنا نشوفه فيها فهذا عيادة وعليش ما يروحش يعني يغطي يروح ويجيب خبراء مختصين في التجميل ويخلصهم فقط يعني نشوفه العتاد غالي جدا اللي راهوا هنا شوفي عندهم عتاد ومجهز هذا الصالون مجهز يعني مجهز يعني على مستوى عالي تكنولوجيا لكن ما تنسيش أنه الآن لما تجيب ناس مختصين وناس ناس يعني في المستوى العلمي تحهم يسمح لهم بهذه العمليات درجة الإنفاق رح تزيد أكثر صحح والفوائد رح تنقص اللي هنا هما يراعي وأنه ينقصوا في السعر مقاننتا بمراكز التجميل يعني بمراكز التجميل يعني طبية ولذلك يجيبوا زبائن أكثر بكثير أكيد نشوف هنا مواد يعني متهية صلاحية من جهة من جهة أخرى شفنا عينات تستعمل الدم الأكيد ربما أنا من خلال يعني التجربة التاعي والضيوف اللي يجوني يعني يعني عينات الدم من أجل ربما الإجراء تعلق البلازما هذا يعني فصل الدم عن البلازما ثم يعادة تستعمل في الوجه تعلق الزبون يعني حتى يروحوا يعني نحو عينا من دم للزبائن جراء خاطر جدا ونشوفوا أيضا رموش رهي مرمية كل شيء من الداخل يعني حتى يعني معايير السلامة والنظفة ما كاش هذه الصور يعني ربما نشوفها عيلك رموش يعني هنا وهنا تشوف يعني الوضعية اللي يلقوا فيها اللي يلقوا فيها وشكين هذا الفيديو تبين أنه ما كان شروط صحية وما كانش مراعاة للشروط صحية وأي واحد يدير العملية هنا يخاف على نفسه وكي تشوف فيه معدات عميق ومبال كأنه طبيب جراح وجراح جراح تجميل مختص ويقوم بالعملية عادي وهذا نذكره المشاهد الكريم هو ما إلا صالون تجميل في مدينة وعران يعني للأسف أعتك صحة فادي تامين كنت ضيفنا اليوم في الأستوديو المنسق الوطني لمنظمات حماية المستهلك إن شاء الله نكونوا ساهمنا ولو قليلا في توعية المشاهدين خاصة النساء لما يتابعوا فينا اليوم يعني صحة نسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام مزهول في الله والمرحب بكم أنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينج اليوم نتحتوا على شي أو فئة مهمة أهملناها لفترة ليس نغبة من ولكن ربما كانت الأحداث أخرى لتغات على الساحة خلال الأشهر القليلة الماضية يفئة لأئمة اللي عندهم كثير ميناء ربما من الشغالات وكثير ميناء الأسئلة حول ما صيرهم وحول حالهم الآن إذن أسعد باستضافة سيد جمال غول رئيس نقابة لي ما هكذا سيد جمال مستقل صباح الخير صباح الخير بارك الله وفيك على هذه الاستضافة وحيي جميع المشاهدين نعم قلت قلت ما فتحت ما فتحت المجال هنعطينا لكم هذا المجال حتى نتحدث بكل مثئولية إن شاء الله حول الوضعية نريد حلا ولا نريد فقط نهضر بشكل بسم الله الحمد الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخص بالتحية جميع موظفي قطع الشؤون الدنيا والأوقاف وخاصة الأئمة بجميع رتبهم موظفين كانوا أو متعاقدين أو قائمين بالإمامة الذين الآن يعني أغلبيتهم يشاهدوننا وإن شاء الله نتمنى جميعا الخير وأن تكون هذه الإطلالة تكون إن شاء الله مسهمة في تبيين الوضعية الحقيقية وإصلاحها في القريب العاجل نعم بالنسبة للإمام في المجتمع الجزائري الانطلاق هو لابد أن نعلم وأن نعي يعني القيمة تعد دور الذي يؤديه الإمام في المجتمع الدور الذي يؤديه المسجد في المجتمع كلما كلما كانت عندنا دراية كان عندنا اهتمام بهذا الدور كلما أدى ذلك إلى إصلاح وضعية الإمام المهنية والاجتماعية الدور الذي يؤديه الإمام على مدار العام يعني لا يبغي أن يختلف فيه إثنان دور مهم جدا دور دور المربي دور الموجه دور مع كل تحية وتقدر سادة الأئمة لكن الدور المنتظر من الأئمة أو الذي كان منتظر من الأئمة أنهم يكونوا مصلحي هذا المجتمع ما الذي قيد الأئمة حتى يخدموا خدمتهم على أتم يعني حتى في أي حي ولا تلقى الإمام هو الأكثر مصداقية نعم الحمد لله هو اللي يقدر يسوي الوضعيات هو اللي يقدر ينصح ويقدم النصائح ولكن الآن وكأنه الإمام ملزم فقط بخطبة الجمعة والصلاوات طبعا لا هو الدور فالإمام أو حسب مرة أن يشوف هنا فقط لكن يقدر تكون ضرد علي خط أو أن يقول نعم سوف أذكر لك مثالا باش نبينوا هذا الدور طبعا قلت هذا الدور يعني على مدار العام وين تظهر المواقف الحقيقية تظهر في الأزمات عندك صحبك صحبك خريب منك بزاف في ليتسعر وصحبك لا ردها الله إن شاء الله يعني الوقفة اللي وقفوها السادة الأئمة بجميع رتبهم وقفة لم نشهدها في أي قطع آخر في أي قطع بدون ستتلع لا القطع الأطيبة وقفوا وقفوا مجابهة الوباء والوقوف مع الناس كانوا الصف الأول كانوا الصف الأول كان تموت كان لدينا شهداء وكذلك الأئمة الآن الأئمة وش زادوا في وقفتهم زادوا أنهم هما اللي وفروا كل الإجراءات كل الوسائل للحماية من عندهم من عند المحسنين بواسطة مع الأئمة احنا اللي وفرنا الكمامات ممدتناش الدولة ميزانية كما ممدتها الأطيباء والمعلمين ممدتناش الدولة المكثفة اللوكيجين كين جمعيات كتر يشغلوا في هذا الشيء كين جمعيات هذا دور أدىه الجمعية ولكن هذا الدور أدىه كذلك الأئمة أدىه بكل بكل تفانين وليس غريبة ليس غريبة إذن احنا هذا الدور اليوم نثمنوه لننكروه نثمنوه نثمنوه بارك الله وفيك هذا الذي أردت أن أوصي له من خلال ضرب مثال تاعة الأزمة اللي احنا درناه واجب هذا واجب نديروه والحمد لله يعني بينا باللي احنا من هربوش وقت الأزمة نوقف مع بلدنا ومع مجتمعنا ولكن هذا ليس جديد نعم بارك الله فيك تتذكر في أيام العشرية السودان إما كانت توقف في الفوق المنابر وتنكر عن هذه الجهات وكانت حاصلات قريبا مئة منها يعني مش جديدة نعم بارك الله إذن نحن الآن في هذه المرحلة يعني نثمن المبادرة تحسيد رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية شاف شاف بللي مهم جدا أن نعتني بالمربي في المجتمع قال بللي الأستاذ ره مربي في المجتمع ولا بد من العناية به وتقديره القدر لازم ثم قال بللي كذلك موظفي الصحة الأطباء بمختلف رتابهم أيضا لا بد من العناية بهذا الدور الذي يقومون به في المجتمع إذن التوجه تعرئيس الجمهورية في هذا الاتجاه صائب لماذا؟ لأنه الآن راه مهتم بالمقدرات وبالثاروات البشرية وهذا هو المصار الذي تمشي فيه الدول المتقدمة لابد أن نعتني بالموارد البشرية التي هي أغلى الموارد بدون استثناء على الإطلاق فلما نهتم بالمربي وهو الأستاذ ورجل الصحة وهو ينفع الأبدان أيضا الإمام هو أيضا مهمته التعليم كما الأستاذ هو أيضا موارد في المجتمع هو أيضا يحفظ الأرواح الأرواح إذا فسدت والعياذ بالله ما نلقى لهاش بعد دوا عند الطبيب فالأمراض النفسية والروح للإنسان لما تزود الزاد الحقيقي وتعالج المعالجة الإيمانية نغلس فيها القيم القيم اللي لا ينبغي أنه سهل لما تغطس القيم في مجتمعنا مجتمع بلا قيم مجتمع أضائع مجتمع يصرف ملايير فواتير من أجل أن يصلح وميخدس يصلح الآفات اللي تجي عن طريق لما تذهب القيم من هو حارس القيم طبعا كأنه عدة أصناف عدة فئات على رأسهم الإمام على رأسهم المجتمع وبتالي لابد أن ندخل الإمام والمسجد ضمن هذه المقاربة الجديدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية مشكورا في تصحيح الوضعية لهؤلاء الناس اللي هما المربون سواء كانوا أستداء أو معلمين أو أئمة بمختلف رأسهم هل داخل في الوظيف العمومي؟ نعم في الجزائر هذه ميزة خاصة على ما أظن في الجزائر من دونقاء الدول كان زيادة في الأجور كان زيادة في الأجور كان زيادة في الأجور ومشكل الأجور مشكل الأئمة طيب هذا موضوع نعطيك مثال الآن نحن في قطاع الشؤون ديني والأوقاف ومقنن وغير مطبق كان قوانين موجودة الحمد لله يعني ناس خدمت ووجدتنا قوانين لكنها غير مطبقة نعطيك أمثلة بسيطة جدا جدا في وناية برج باجي مختار الأئمة في قطاع الشؤون ديني في هذه الولاية الجديدة يعني ما خلصوش ما خلصوش الأجور تعال منذ شهر أكتوبر عندهم منحة المردودية تأتي كل تشور في مارس في جوا في سبتمبر وفي ديسمبر شهر عام 2022 ولا مردودية دخلتهم ولا مردودية دخلتهم قوانين موجودة عندهم حق في الأجر الأجر اللي له الآن حاليا المخلفات الترقيات كين ترقوا في الدرجة عندهم أثر مالي بسيط موش كبير مخلفات من 2018 لحد الآن ما اخدوش أجورهم هدو هدو أئمة هدو عندهم عوائل عندهم عندهم مولادهم سيخنين مع الناس يحتاجون إلى مصاريف هذا أجور وعليش ما خلصوش غريبة جمع لما نقوله ما خلصوش وتقول لي أنت واحد في العاصمة ولا في تقورت ولا في غردايا ولا خلص وهدك اللي برج بجي مخطط مخلص مخلص يعني مشكل جهوي مش مشكل مركزي نعم ولكنه أقصد أقصد أنه مشكل الولاية الإدارة الإدارة الولاية المحلية هذا ما أقصد في جهوي ولكنه مركزي أني من الوزارة والمخلفات في الترقيات عندنا في شؤون الدينية يتقبل في كل ولايات عندنا حق في الترقيات وتطبق الترقيات ويبقى الأجر ما شيع على الترقية القديمة وما يوصل ما جابتنيش أنا شمخ لفون شادوك لماذا لأنه هما كانوا تبعين ولاية أدرار ثم انفصلوا ولت ولاية جديدة الآن المدير تعالي ولاية برج برج مختاري كل مشكلة وفي الولاية الأم الولاية الأم تقول أنا مديت كل ملفات ومديت الميزانية بين القديمة والجديدة وضع هذا الحق لي لهو يمثل أرزاق ضيعت نعم أتمنى أنه هذه الإشكالة دا ينحلها بصفة سريعة لأنه مش ممكن أنه واحد يخدمه ما يخلش يا درائي ذا كان إمام يعني نعم بارك الله وفك ومالوين في برج باجي مختار زيد نحن مما هو مقنن وغير مطبق عندنا ما يسمى عندنا في كل القطاعات اللي جاء الإدارية المتساوية الأعضاء لكوميسيوم باريتار هذا فضاء القانون داره من أجل أن يشارك الموظف في المسار المهني تاع الإمام وكل القطاعات هذا الفضاء نحن عمنا في شون دنيا ما زال بعض المديرين الولائيين يحتكلون هذه المساحة نعطيك مثلا النقل الإجباري خلاص لم يعد من صلاحية المدير باش تمقوا الإمام ولا قيم ولا مؤذن ولا معلم القرآن من مسجد إلى مسجد لا يحق له ذلك هذه عقوبة هذه والنقل الإجباري حتى ضرورة المصلحة لابد أن يمر على هذه اللجنة التي هي منتخبة من قبل الموظفين للأسف بعض المديرين في كثير من ولاية عافصين عافصين عليها ومازال مستغلين هذا الفضاء كأنه ملكهم كأنه إدارة عم وهذا قانون موجود علش ما نطبقوهش نطبقوا القانون اللي يقول بالنقل لابد أن يمر على اللجنة منتسوية الأعضاء إذا اللجنة وافقت ينقل الإمام إذا لم توافق لا ينقل الإمام وكيس عليها الفضاءات الأخرى نعطيك مثال الترقيات اليوم موجود القانون الإمام ولا معلم القرآن ولا القيم ولا عنده ترقيات في القانون الحالي على حسب الأنماط بالشهادة كي الناس جابوا شهادات في التخصص لسونس في الشريعة وهو مازال حد الأنماط ما ترقاش مازاله مؤذن والقانون يسمح له بذلك علش ما عندناش مناصب مالية علش ما توفرناش المناصب مالية اللازمة الترقية بالأخدمية كين أئمة بمختلفة عطبهم عندهم عشر سنين يفضي ترقع فاتوا عشرين سنة وما ترقعوش تخيل يكون عندنا سنويا ألفين وثلاثة آلاف إمام جديد إيه والأئمة اللي رام عندنا يعني لازم نبنيه في كل في كل زوج ميت ثلاث جامع هذا إشكال آخر تريد طبعا هذا هذا واقعا غير صحيح أولا عمرها ما كان في الشؤون دينية لدينا ألفين تلاثة آلاف إيمام في لف العام نحن لا نحلموش بها كان قطاعات يدوا بالستين ألف نحن لا نحلموش بها نحن لدينا في العام منتوش تكوين هو التوظيف يدخلهم من المعاهي تعالى شؤون دينية ما حال يقدرهم ستميات ستميات الإيمام واشجب ستميات أربعة ألف نحن أعطي تكاركمنا على أساس أنه تخيل أنه نحن دوك الأئمة ما نخرجو غير الأئمة مع العلم إنه إذا حبينا نسجم المجتمع نصلح المجتمع إذا ما صلحناش الإيمام وموقفناش مع الإيمام إذا ما حميناش الإيمام ما حميناش الأستاذ ما شرح نقدره نصلحه أي مجتمع صحيح صحيح قائدة لكن أنا أقول لك بلين مناصب المالية الاكتظاد والاكتفاء أولا عندنا اكتفاء الأخبيل المدلك شوف مدلك إحصاء رقم رسمي ما عنده وزارة شؤون دينية والأوقاف حدد أو نسبة العجز في تعطير المساجد الموجودة الآن الجوامعلي عندنا الآن عندنا أكثر من 50% أكثر من نصف مساجد الجمهورية ما فيهم حتى موظف لا إيمام لا قيم لا معلم قرآن لمؤذن كيف يمشي هذا المساجد؟ نجيبه متطوع واستنف تانوية في الجامعة نجيبه لتكلف ووشدنا الجامعة الجوامع تعالى الجمهورية الجزائرية كثير منها شكول يحكمها شكول يمسييرها شكول يقوم بكل أدوار اللازمة تلقى قيم رتباته في أدنى الترتيب يعني الصنف تاعه في صنف ستة صنف ستة والقيم صنف خمسة أباك ما حال الأجر تاعهم ما حال الأجر هو الخطب هو الدروس هو التعليم القرآني هو الصلح هو الجنازات هو العقد الشرعية كل ما يقوم به المسجد عندنا عندنا واحد فقط واحد لرتبته مصنفة في أدنى الرتب هو يقوم كل شيء وهذه ليست حالة ولا زوج هذه مئات ولا ألف الحالات وهذا مشكل كبير في تأطير المساجد ما هو لأن بعض الناس يلوم ويقول لك ويوراه الدور الإيمام والجامعة تتعلم ما في حتى إيمام ما يدعلوش إيمام احنا عندنا شوف عندنا معدل تاع عشرين جامع كل عام يفتح جديد وين في كل ولاية في كل ولاية عندنا عشرين جامع يتحل جديد لك لازم له موظفين لازم له متأطير طيب وعندنا كل عام عشرين معدل تاع عشرين إيمام ولا قيم ولا مؤذن يخرج تقاعد ما عندنا ما نحتاجه في العام نحتاجه واربعين أقل شيء ربعين باش نغطيو الجديد الجديد فما بالوك العزل اللي رأوا قديم الآن اللي ضرتنا بزاف تعليمة التقشف في 2015 اللي جمدت التوظيف في قطاع الشؤون دينية والعوقاف ما يمكنش إنه مسجد كامل يقوم به يقوم به إيمام ولا قيم ولا مؤذن يقوم بكل أدوار صحيح يجي من الصبح للعيشة ويدير الدروس ويدير التعليم القرآني وتعليم القرآني راهي 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 مدرسة في المسجد راهي مدرسة لكن راهي مدرسة ولا تقليم القرآني لأن التلاميذة مدرسة هذو كلهم متطوعين متطوعين ليقرروا منخلصوهم باشتراكات على الأطفال المتطوعين اللي يقوموا أما الأئمة الموظفين ما يقرروا يقرروا باطل يقرروا الكبار يقرروا الجامعيين يقرروا المتمدرسين ثانويين ما يقرروا وهي مدرسة يعني دير الصلح ودير ودير العقود مع أنت الأمر يحتاج إلى التفاتة حقيقية بتوفير مناصب لتخلي جواب مؤطارة من جهة وتخلي ترقيات نسلي معطلة منذ عشرات سنين كيف نشوف وهذا مشكل آخر خاص بالأعوان ومعلم القرآن نعم في قطاع الشؤون ديني للأسف سماونا واحد سلك جمعة من نرطب سماه أعوان دينيين يعني هم المؤذنين والقييمون الأعوان الدينيين في نظر الوظيف العمومي هم لزاجهم لزاجهم في القطاعات الأخرى مع احترامنا لكل الوظائف لزاجهم الأخرين عندهم وظيفة معينة عندهم مستوى معين ما عندهمش أفاق في التلقية لأنه ما تلقاش أنت حارس في المدرسة يقول يقررنا التلاميذ لغالب كل واحد يدوره لكننا في شؤون الديني هذا المؤذن حافظ قرآن كريم هو يجري الخطب هو يجري الدروس وقرأ في المعهد وما رهوش أعجون بالمعنى التعال أعجون فوجداروا منعوا علم التلقيات عندنا مؤذنين والله العظيم دخلوا للشؤون الدينية منذ أربعين سنة مؤذن وخرج تقاعد مؤذن وهذه حقرة وهذا منطق مقلوب يعني في الوظيف العمومي قانون قانون موجود كل موظف لاهو حق في التلقية في المصار المهاني التاع إلا المؤذن إلا المؤذن عن نفس شؤون الدينية والقيم هذا كلام لحظة بك حتى نكون في جمال طبعا أنا متأكد من ما أقول ستيتنا غير منطقي غير منطقي ورسلنا الوظيف العمومي رسلنا الجهات الوصية الرد الآن داروا مؤخرا عندها بواحد شهرين داروا تعليمة بين وظيف العمومي والوزارة الشؤون الدينية ووزارة المالية باش يصحوا الوضعية هذية هجمال كنت سبق تقول هادية قبل لا لا نجايك نقول الحق نقول الحق ما تخافش ورسرها هات تعليمة ما تسقمتش هاي كانت تعليمة المشكلة التعليمة جيت معوجة ما تسقمتش الوضعية ها واش دارت الآن انت تصور انت تصور انت قيم الآن ندخل عنده 40 سنة وف شؤون الدينية الآن عنده أولاده 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 نطلبوا منه الآن يجي دير تكوين ولازم يجي بدنا شهادة ولازم له شهادة حفظ أخوان كريم وشروط معقدة كأنه شيخ جمال شيخ جمال نكونوا كذلك نكونوا منطقيين كيف تبغي إذا نرقيك إمام وما أدراك ما إمام وما أدراك ما إمام وما أدراك بدون أي بدون أي مثلا أي وثايق بدون أي تكوين بدون أي إمام عم قال أعطيك سيفة إمام ضربها مليون مرة من سيفة الصحفي مليون مرة من سيفة طيار مليون مرة من سيفة أستاذ مليون مرة بعد نطرب notre وجود نطربهها مليون مرة دعا من حقك أنا منيش ضد بارك الله فيك أنا بالعكس أني قلت لك إذا حبينا نحبيه المجتمع نحبيه الإمام لما نوفر الظروف الإمام بعدين طلبوه أنه يقوم بمهام متصح مبقاش نعيي أنا لمصالح الأمن حتى يروحوا يفريوا مشكل مبينا دور الإمام هو الأول قبل المحكمة قبل المحكمة صح وهذا رأي قضايا الآن قضايا كثيرة جداً مرحش المحكم حتى في الخطب حتى في الدروس حتى في الدروس وش لازم المشكل في الحي هادك مبقاش وأعتقد هذا من عندي مبقاش أنه الإمام يروح يدير خطبة هي نفسها اللي راهي في العاصمة اللي نفسها في برج برج مختار هي نفسها اللي في مرك الله فيك لا نتكلم الحي الحي لاش تال خطبة موحدة أوكي خطبة موحدة مدام كان قرارول ولكن على الأقل دروس تخص الحي تخص المنطقة للإشكال اللي رأوا في المنطقة هاد دورتها الإمام لكن بحتى باش من هربش من حقوقه ما نهربش من حقوقه أنه قضية تكوين قضية نرقي هانا ويوم يقول لولا وحراك مرقي لا لا باش بيكون تكوين باش نقول لولا عندك سيفت إمام طيب أنت يا واحد اللي خدم 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 في المهنة تاعه وفي الوظيفة تاعه وممارسة تاع 30 سنة أليس هذا تكوين ميداني أفضل بكثير من التكوين الشكلي اللي يندع في القاعات هو يدير بالليه تكوين إذا هو تكوين الميدانية روكي ربما إيانت بلك أنت رك فاهم أحسن مني وش نوع التكوين الميداني روي تندار تكوين ميداني في قطعات كتير يموت 3 ايام 4 ايام نعم 6 ايام يعني ما هيش شي ما رح تنقص من نحن نعم 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 دينيف أنه يروح يدير 3 ايام 4 ايام نحن في شؤون دينية عندنا التكوين المستمر على مدار العام على مدار العام عندنا حصة في الأسبوع يجي المؤقل القيم والمؤذن مع المفتش مع المعتمد ويدروا موضوع موضوع عنده علاقة بالإما بالخطابة يتكوين هذا ما قدر يديره يداروا وما كاشتر القيام هذو الإشكال يودو كقتل بلي لازم يدير تكوين باش يدير تكوين لازم يدخل المعهد معلي شو المعهد تشعل تكوين في هذا تلت سنوات تلت سنوات تخلي بعد دارهم راحوا الآن داروا باش نكونوا منصفين بتخليش بركبلي فتسقموها سقموها جمل علش تقول لي علش تطيني الإشكال وما تخلي سقموها باش نقول لي كيف يش يعالجوا المواضيع يعالجوهم بطريقة غير صحيحة عالجها من الأول عالجها عالجها من الأول المشكل تعالجت جزئيا راح نقصوا التكوين هلي خايف دونك نكبلوا حتى تخلاص وما جزئي تعالج جزئية نقصوا التكوين نقصوا من ثلاث سنوات هبطوه العام وبعض الرتب عامين وما يروحوش المأحد في ولاياتهم يديروا هذا التكوين وما زال فيه إشكالي أنه بعضا بعضا هذين الموظفين تعنا هذين القائمين هذين القيمين المؤذنين هذين يسموها تصح وضعية هذين عندهم فردة مترقة منذ سنوات القانون الحالي في كل قطاعاته دار ترقية بالشهادة ليقاف الجميع الترقة ودار شعل الترقية بالمتيحة المهني يجوز متحان بليه عنده كفاءة معينة ودار ترقية اختيارية القانون ده الكل احتف الجامعات احتف الجامعات الترقية اختيارية مربوطة بمدة عشر سنوات هذين عشر سنوات ما ترقاوش هذا هو الإشكال هذا الإشكال عندي ضركة نصح حلم الوضعية هذو ما أنه خليتنا هضرنا خمس دقائق في موضوع هو محلول مش محلول محلول جزئيا خلينا تناقشنا في الموضوع جمال بعدين قتل بليه وتحل الإشكال هذك جزئيا ما تحل جزئيا ما تحلش مازل ما تحلش مازل ما تحلش مازل ومازل والعام هذا مشيقع الناس لي عنده شغوط معينة زادوا تربو شغوط وحد أخرى مع أنت هذي 40 سنة اللي راحت سكن يعوض هذو 40 سنة هذي سكن يعوض هذو 40 سنة ما تقول له هذي الإجراءات هذي طرقات صحيح وضعية ونفس القضية في قضية القائمة بالإمامة نحن لدينا إدماج هو توجهت الحكومة يخليهم نعم مئات الألف تاع عقود ما قبل التشغيل تم إدماجهم معلش هل الأقل يروحوا من العقود ما قبل التشغيل إلى موظفين كما قاعد الموظفين نحن لدينا القائمة بالإمامة شحال 1200 كين قالوا لعدد نقارنهم بالعقود ما قبل التشغيل تمت إدماجهم مئات الألف مع أن تجليتوا مثل شئ هذي 1200 يمكننا أن نقنعهم بالإدماجهم حتى أن الوزير شخصيا في البرلمان قال لا نقنعوا إدماجهم لأنه لدينا التزام مع الحكومة بل ما نطلبوا إدماجهم لأنه لدينا التزام مع الحكومة لدينا عجز في التعطير ومدام كنت توجهت على إدماج إدماجهم وفق المناصب الشاغرة إذا لديك منصب فارغ إدماجهم وليس يبقى مننا لعامين 3-4-5 سنوات الآن عندنا مثلا في العاصمة عندنا خمسين قائب الإمامة خمسين ما هي الكلمة منصب ثمانية؟ هذول يشاركوا من أجل ثمانية بقلوا يبقى سنوات العام الجاي العام الأخرى لماذا لا يتم إدماجه فوريا كما تم في قطاع التربية؟ عندما يجبون في منصب قائب الإمامي يرجع إمام هذا ما كان يجبون منصب كما في التربية كان عندهم متعاقدين ستين ألف الرئيس الجمهورية مشكورا قال يدماجون فوريا هذول يجب أن نعتني بهم ويجب أن نقطع قطاع التربية نفس القضية نحن عدنا ألف ومتين ولكن في تربية ربما كائن فراغ في الإمامة نحن عدنا فراغ لقد نقول لك خمسين بالمئة ما فيهم ما في حتى إله هكت كل كائن ثمانية ما تنصب ثمانية ما تنصب هذي شيء غير منصب مالي ما يشير منشي الجوامع يعني منصب مالي اللي يستقالوا اللي ماتوا منصب تهو يبقى يعني إذا ما طالبوا بمنصب مالية منصب مالية عنده صفة متعاقد صح العقد تاعه دائم غير محدد بمدة ولكن الخلاص تاعه تاع متعاقد يعني 15 مئة زوج ملايين ولكنه يقوم بالدور كما ينبغي هذا متعاقد صح ممسوش القانون الإدماج ولكن عليش ما نكملوش ندخلوهم في الإدماج باش يولي منصبه قار موظف بيرتبة كما الرتبة على حسب الشهادة على حسب الشروط المتوفرة وهدو عنا يعني يقومون بواجب كبير في شؤون دوني هما موجودين يعني في كل الولايات مليح الروح والإدماج الفوري قائم بالإمامة والمتعاقدين في قطاع الشؤون دينية والأخر الآن نروحه نروحه إلى ما هو مقنن لابد له من تقنين وشنوه؟ عنا احنا للشؤون دينية القانون الذي يسير الموظفين يسموه القانون الأساسي قطاع الشؤون دينية هذا صدر آخر صدر تاعه في 2008 يعني الآن عندنا يا أخي بدأت بدأت طلقت عمالية بدأت يعدت النظر في القانون الأساسي مين طلقت؟ دعامين بدأت يعدت النظر في القانون الأساسي في الشؤون دينية ما هيش معنية بهذه القاضية هذه لأنه 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 عندنا من هامل لا معنية سي جمال ما كون لي قد معنية؟ معنية كان هناك تصريحات في ضيف المورنينج أنه يتيم النظر في قانون الأساسي كيف يتيم النظر وإحنا أصلا تلاقينا مع الوزارة وجبنا لهم مشروع القانون مشروع التعديل كيف يعدل ما هي الأخطاء اللي فيه ما هي الأمور اللي حابينها تكون في القانون الأساسي وتناقشنا مع الوزارة في ذلك الأمر والوزارة بعتت لكل الولايات باش يثريوا المشروع تعنا اللي قدمناه يعني لحد الآن يعني ما رانيش انتيري قلت لك بلي كان مشروع إعادة النظر لكن هذا ما يبقىش على مشروع الوزارة هذا يروح الحكومة يروح سمح ليسي جمال كان هناك مشروع إعادة النظر في القانون الأساسي ونبقى عامي ونحن نبقى في النظر ما تصلح شكرا ما تصلحش أنا المهم عندي أنا ما خرفت المهم عندنا المهم عندنا أنا شافي مذكر جيدا المهم عندنا الملموس أنه في بلاطو ضيف المورنينج تم التصريح بإعادة النظر في القانون الأساسي ثم نقشته معهم نقشته معهم بإلحاح بضغط من عند النقابة يعني كان هناك مشروع هذا إعادة النظر لكن ما يبقىش أنواع مستواها هذا مشروع ما ليش هناك شيء آخر الآن منذ 2018 ولا ملايش حال ما زال حد الآن ما زالوا يرى ويحما كان هو عامي سوى الوزارة وهنا السؤال مطروح حلطحنا السؤال هذا للوزير يعني مش ندو نسخة نهائيا بعتوها الجهات المختصة كما دارت وزارة التربية وزارة التربية كمت النسخة نهائية تلقى بجميع النقابات عندهم 30 نقابة واستلم مشروعات النقابات كلها ودرسوها وداروه النسخة نهائية وراحك الحكومة والآن على مستوى الوظيف العمومي والرئيس مشكورا قال يبدا أنه ينفريو هذا القانون قبل نهاية العام والآن صرح وزير التربية بأنه خلاص هذه المعالي متاع القانون ورا هي في إطار تسيط عن قريب نحن الحد الآن ما زالت النسخة نهائية ما زالت وهذا تماطل من عند الوزارة لا ينبغي أن يكون هذا الأمر المفروض راحوا راح للحكومة ولا راح لوظيف العمومين باش يبدو نقشوه على هذه المستويات وشوفوا ما هو المقدور عليه وما هو غير المقدور عليه القانون الأساسي تعقى الشؤون الدنيا والأوقاف قلت سيعالج اختلالات كثيرة جدا راهي الآن عقبة أمام دور الإمام هذا ما نتمنى في جمله رئيسنا قبل وطني المتقل للأئمة أعتقد نعطيت لكم المجال كما تريدون نعم ما زال هذا في مضامين تعديل على القانون هذا فيه إشكالات كثيرة لابد أن تعالج نعطيك مثال الآن الإمام اللي عنده دكتورة قال هو دكتور ومشي دكتور دكتور وعلاش الوظيف العمومي دير مستويات تأهيل يعني كل شهادة يقابلها تصنيف معين الماجستير يقابلها 14 صنف 14 الدكتورة في التعليم العالي يقابلها تصنيف يسموه خارج تصنيف فوق 10 فوق 17 في قطع شؤون دينية قلنا نديرهم في 16 يعني من يجبتوا هذه المقاربة هدية هذه المقاربة مدير اسموها كيت بيميكيالين واذا لا يبغي مفروض نقاع وظيف عمومي كله نفي نعطيك مثال اختيار الترقية في الدراجات فيها أنماط فيها النظام البطيء والسريع المتوسط في التعليم العالي قال لك عيب باش نرقيم أستاذ جامعي في النظام البطيء لمدة ثلاث سنوات ونصف مشي طلع الدراجة قلت عيب نحيوها نحاوها في قطع التربية مشاو نفس الشيخ لحنا أستاذ عيب باش نلقيه في النظام البطيء نحاو البطيء بقتلهم السريعة والمتوسطة في قطع الشؤون دينية مازال أئمة يترقاوا في النظام البطيء حلاش منكنوش كما باقي القطاعات وهذا ما هوش مطلب يعني غير مقدور عليه بالنسبة لحركة النقل شوف هذه معضلة لآن عنا أئمة موظف وقيمين ومؤذنين يعني هو من أضرار يخدم في قالمة نهاري المتبابة كيسمع بالموت باش يلحق يكونوا دفنوه وكملوه وما عندوش حتى يعني يعطونه تلت ايام تلت ايام يديها في طريق تعالى لي برك وقتش يقعد مع والديهم ماليه وقتش يقعد يرجع كونجي شهر في العام وش يحضر المناسبات وش يكون مع أهله وش يكون أولاد قاعدنا كونجي شهر في العام قاعدنا كونجي شهر في العام لكن تخدم في ولايتك أنت مكاش مشكلة مع أهلك ومعليش لكونجي باش تحوس لكين زومالا كثير ميخدموش ما يسكنوش هنا في العاصمة معليش معليش لكن هذه المسافة الكبيرة هذه ومبعد لهيه مكاش الظروف اللازمة يعني كين قيمين يعطوهم سكن وممؤذنين نقوله ولي تمرميذ تمرميذك نحن مع الأجر ما تضحي كنت تكلم بها لها مازال نحن في قطعنا ما كانش حركة النقل ما كانش قانون يضبط حركة النقل وش ولت؟ ولت المدير بالنفحة هذا يقبل يحوله إلى ولايته هذا ما يقبلش نحن قلنا لازم أن يكون هناك قانون يضبط بالأولوية اللي عنده أقدمية بزاف هو الأولى بالتحول إلى ولايته وليبقى في ولايته لابد أنه نقاوله امتيازات تغنيه بعض الشيء عن هذا البعد هذا وهذه الغربة نزيد لك الآن نحن في قابة في الشيء عن دنيا مؤخر يعني بعد ما تلاقينا نحن كان نقابة مع وزارة العمل والحين على التعويض عن العمل في أيام العطل نحن نخدمه الجمعة نخدمه السبت نخدمه عاشورة نخدمه أول نوفمبر الخمسة جويليا العيد الكبير العيد صغير كل الأيام ما نش متفادي من أي عطلة أي إن كان نوعها فقلنا هذا الأمر كيفاش فوزارة العمل تحركت ونسقت مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الدينية أصدر باللي تعليمة باللي لا بد أن يعوض الإمام والقيم والمؤذن عن العمل في العطلة الرسمية جاءت التعليمة ورحت المديريات لكن تطبيقها في الواقع لحد الآن مازال فنتمنى إن شاء الله إن شاء الله في جمال بقيت شهادة الماستر كثير من الآيين ما جابوا شهادات والماستر في كل قطاعات ما زالنا عن قلوهاش ما دم نحيطه النظام الكلاسيكي نحيطه الليسونس والماجستير ما هو مقابلها ما هي معادلتها في الوظيف الماستر الآن ما يعطوها حتى قراد ما يعطوها حتى تسنيف فهذا ينبغي أن يلتفت إليه ثم التخصصات نحن في الأئمة مطلوب منا بش نترقاو لازم الشهادة تكون في الشريعة طيب نحن قلنا لهم قلنا لهم صح الدخول لشؤون الدينية بش دخول الإمام لازم يكون قرار شريعة الآن نقيت شريعة عندي الليسوس الشريعة نخدم في ولاية الجامعة ما فيها الشريعة وقرأت علم النفس قرأت علم الاجتماع قرأت تاريخ لغة عربية هذه الأمور تساعدني في الوظيفة لكي ندرس للناس لكي نفهم وقع الناس لكي ننفع الناس فقلنا في الترقية يفتح التخصصات الأخرى بخلاف التوظيف يبقى مقتصر على شهادة الليسوس جامع نشط كل الإنشغالات مجال كان مفتوح لقيت نقطة أخيرة السكن ما يقول القانون لن نفتح الجامعة كذلك فنجد نفتح الجامعة يجب أن يكون فيها سكنين للأسف الجامعة تفتح لم نحب أن نعطل الشعائر الجمعة والصالوات والسكنات لا تنبني فبقنا حاصلين في أزمة سكن سكنين في الأقبية سكنين في المقصورات لما لا تطبقوا هذا القانون كي نبنيوا الجامعة نبنيوا السكنات كما قد قطاعات ونزيد لما لا تكون قطع هذا الوالي في الولايات أو الشاف دايراه في الدائرة هل عنده أئمة؟ يعني عنده يا ربي عشر ولكن العشر أئمة هدوكم بعد يروحوا الولاية وحده أخرى كيف كل ولاية يدوا يطرهم لا سكن وظيفي لكي يروح يخليه اللي يجي اللي يجي بعده سكن وظيفي سكن وظيفي في هذه معك نعرف إن شاء الله أعتقد سي جمال أدانا لعب إن شاء الله برك الله فيكم إن شاء الله تجد هذه الحصة آذان صاغية إن شاء الله إن شاء الله مصلحة أولادكم مصلحة أولادكم مصلحة أولديكم لما نقول لهم إذا ما عتم الاعتناء بالإمام والأستاذ هناك إشكال كبير باش نتكلموا على إنه نمروا المرحلة أخرى من الأخلاقة سواء أخلاقة المجتمع أو أخلاقة سياسة ورح لن نخسروا نخسروا فواتير كبيرة جداً كل شيء إذا كان هذا الشي إذا وفرنا لهم لحماية هذه الفئة الأئمة والأساتدة بعدين رح نطالبوا منهم حتى هم يكونوا يقوموا بالدور ديالهم لازم الدور الحقيقي لرب سبحانه وتعالى كلفهم به فوق الأرض لهذا المجتمع يحتاجهم نعم وهما يحتاجوا من يسير المجتمع إذن أتمنى أن كل مطالب ديالكم تلقى آدان صغية بعض الدوات بيا في بعض الأحيال سيد جمال يعني مانيبيلتني أعطيتني إشكال وإشكال هذاك تحل لا تحل إشكال ولكن طرحنا إشكال طرحنا إشكال طرحنا إشكال تحل حبيت نوصلك الأخ بيلال بلي كنعالج ونعالج وخلل لابد أن نعالجهم معالجة تامة كلية وليس جزئية ونبقى نتخلطه ملوح المهمة نحن متفائلين نحن متفائلين بلي بلي سيد رائحة الجمهورية لما دار لما دار اليوم الوطني للإيمام الجزائري ومشكور مشكور عليه نخليها في الأخير الأمور الكبيرة نخليها في الأخير ومشكور به بليس تبقى هي هي اللي تمشي في الذهن للمستمعين قلت دار دار هذا اليوم الوطني للإيمام اعترافا بجهوده وإبرازا لدوره الكبير في المجتمع واختار له مناسبة مليحة وهي ذكرى وفاة شيخ بالكبير وهي ذكرى أيضا تأسيس لنقابل تأسيسنا في نفس اليوم 15 سبتمبر 2012 فهذا التفاتة من السيد الرئيس بالله هذا هذا الكور هذا هذا القطاع هذا هذا الأئمة هذا ما رغم الناس يحتاجون إلى تثمين هذا الدور وإعانته معاهم نتمنى ويكون عندها عندها ما بعدها من خطوات أخرى باش علاش باش تكتمي المقاصد ترسيم هذا اليوم أكيد شكرا وهذا اللي نسنوه فيه أقرب الآجاب جمع غول رئيس النقاب المستقلة للأئمة كنت ضيفا عزيزا على ضيف المورنينج شكرا لك العفو بارك الله ضمن فقرة السياحة لنهار اليوم واللي كنا اتطرقنا من خلالها منذ أسبوعين إلى العطلة الشتوية وأهمية تشجيع السياحة الصحراوية في الجزائر أهمية تأثير هذه السياحة مع احترام خصوصية والطابعة الصحراوي لهذه المنطقة لكن الأكيد مشاهدين ما كشفكم لم تلاقاش بأصور الصادمة التي انتشرت لتغيط فيما يخص مخلفات الاحتفال برأس السنة الميلادية هناك وللحديث مشاهدين عن هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف السيد مولود جوبي رئيس الاتحاد الوطني للوكنات السياحية والأصفر صباحك سعيد سيدي أهلا بك صباح الخير سيدتي أهلا وسهلا إذن سيد يوبي عندنا أسبوعين فقط كنا هنا هدرنا على أهمية تشجيع السياحة الصحراوية في الجزائر باش تولي هي القبلة الرئيسية للجزائريين باش يجوزوا ربما مختلف العطل التحوم خاصة الشتوية منها وهدرنا على أهمية ربما تأطير هذه السياحة للأسف ربما التروي له نتيجة معاكسة شفنا إقبال كبير على المناطق الصحراوية بشار على سبيل المثال شفنا صور صادمة لمدينة تاغيت نعم صباح الخير أولا بسم الله الرحمن الرحيم احنا كنا منذ منذ أسبوعين تكلمنا حقا في هذا الموضوع وكنا ركز وكنا فرحانين أنه هناك ترويج وتسويق لوجهة الجزائر وخاصة منطقة الصحراء سواء الصحراء الكبرى ومنطقة الصورة أو منطقة الواحات ولكن كما تفضلت سيدتي مع الأسف سياحة كان عندها وكنا كذلك تحدثنا على بعض المظاهر لمهيش مليحة وشفناها مع الأسف والله يعني على الصباح من حبوش نحكيه في المواضع هذي ماذا بنا نكون يومنا مليح ولكن مع الأسف المظاهر اللي شفناها ينتلها الجبين أنه ناس عائلات أو فرادة أو شباب يروحوا يعني لقضاء نهاية السنة أو عطلة أو يعني أنسي جور توريستيك ومن بعد يخليوا براستهم كما هكذاك يعني هذا عيب وعار على يعني ما والله ما نحب نشوفهم مثل هذه المظاهر وهذا غير مشجع ومثبت تماما لأنه هناك وكلة سياحية أو كناشطين في مجال السياحة نبدل في مجهودات من أجل التسويق والترويج لوجه معينة ونحاول أن نعرف الناس بما تدخر به الجزائب المنتور السياحي ولكن يعني السياح اللي شفنا المظاهر اللي شفناها في تغيط ابن عباس هي يعني مخيبة الأمال يا أخي انتا رح تدير في سياحة خلي بلاستيك نضيف على الأقل شفنا تقرأت على الفلاستيك شفنا صاشيات شفنا يعني مظاهر حتى لديون هذيك أكيد شفنا فيها يعني ألعاب نارية يعني حتى الطابعة ربما صحراوي الهاد اللي تحدثنا عليها منذ أسبوعين هنا في الأستوديو قلت لي أنه الصحراء عندها خصوصية اللي رح للصحراء لازم يكون على بلو أنه راح يكون عنده موعد مع البساطة يعني بعيدا عن ربما الاحتفاليات اللي نشوفوها في كبرى المدن وقلت لي أنه السياحة الصحراوية ما تقبلش السياحة المكثفة أو ما يعرف بتوريزم دمع سليسا كذلك عكس ما رأيناها على مواقع توصول اجتماعي نعم هو هي السياحة السياحة الصحراوية اللي رح لها لازم يكون دواق لازم يكون عنده عنده من إمام تعتوعية ومن إمام تعتقافة وعلى باله وره مرايح أنا ما على باليش هل هناك يعني ما زلنا نبحته في الموضوع هل الواكلات السياحية هي التي قامت بنقل هؤلاء السياح دون توعياتهم أم جمعيات أم صفحات فيسبوكية أنا كنت حابا سقصيك المسؤولية تقع يعني على عاتق من الواكلات السياحية ربما المصالح الأمنية ما اضطرت يعني بما فيه الكفاية نقص توعية أيضا نقص ثقافة السياحية كذلك ربما عند الناس اللي راحوا لتلك المناطق المسؤولية تقع على الجميع سيدتي تقع على سائح لخلابلاستو يعني ما هيش نظيفة أولا تقع كذلك على ما نقله سواء كان وكلة سياحية أو صفحة فيسبوكية أو جمعية دون توعيته تقع كذلك على المصالح المحلية لهذه الأماكن السياحية لما أترجح سواء مدريت سياحة أو منتخبين محليين أو الوالي أو يعني كل الناس تشترك في هذه الجريمة اللي نسميها جريمة سياحية للأسف للأسف نعم ما نقدرش ما نقدرش نخدم سياحة بهكذا نوع من السياح لازم تكون عندنا ثقافة سياحية لازم نحترم المواقع السياحية لازم نحترم بلادنا وعلى الأقل الإنسان يخلي بلاستو نضيفه هذا يعني هذه أبجديات يعني العلاقة الإنسانية عنده الإنسان لما يشرب قرعة أماء يدي معها يدي معها ساك أو لصة شي يحط فيه الحواج داع ويهز روحه ويمشي سواء في البحر سواء في الصحراء سواء تخلي أنت ينجون كما هذيك تخليها خامجة وتخليها يعني حشاكم مزبلة هذا يعني عيب علينا وهذه مظاهر سوء يعني ترجع ترجع المجهودات اللي نبدلو فيها حنا كاملة رقم ضربطوها هنا في سفر بتصرف مثل هذا والمسؤولية يتحملها الجميع يتحملها السائح أولا أنا ما نحتاج شو نقول لك نظف بلاستك لأنك لأنك تكون لما تكون نظيف لما تروح للمكان معين سواء بحر أو جبل أو حتى في الطريق ما ترميش كما نقول أكرمكم الله القادرة تاعك فما بالك أنت في مكان سياحي يقصده كل ناس العالم تجين تايا تعكس فيه ليلة خلينا من المظاهر الألعاب النارية المظاهر يعني اللي ما تدلش على أننا في صحراء وتبدل الكنسفت كريمات على الصحراء لأننا نظر لأسف سياحي ما هو سياحة التي تستقدم وين تكون آلاف أو المئة آلاف من السياح أنا مدى بي يجيني يجوني عشرة يجوني 15 يجوني 20 يعني يتدوقوا المكان هداك ويعرفوا قيمة المكان هداك ويتمتعوا بالمكان هداك ويروحوا ويخليواها نظيف لأسف في بداية كل موسم صحراوي نشوفوا أن أصدقائنا من وكالات السياحة وصفارة في الجنوب يقوموا بعمليات تنظيف ولكن هذه المظاهر التي شفناها لازم تلها الدولة كاملة تنظيف فقط للإشارة سيد يوبي تحدثنا عن الجانب السلبي لكن هناك كانت هناك أيضا مبادرات فردية من أجل تنظيف المكان وكذلك جماعية لبس أن نشير لها شكرا لك على هذه المداخلة الصباحية سيد مولود يوبي رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية والأصفار شكرا لك ومع السلامة طباح الخير شيراز مرحبا بك معنا صباح الخير لبس لبس الحمد لله وانت يا لبس الحمد لله معليك شانت يا كيفاش معليك شانت يا لبس الحمد لله يلا شيراز قولينا شحال في عمرك شيراز باش نتعارفوا عليك شوية وش من سنة تقرأي أوكي ماشي مشكل إذن أنا اسمي عزو الشراز I am 10 years old وعمري 10 سنوات وأنا صانعة محتوى في اللغة الإنجليزية وأنا أيضا من شلغوم العيدوي لا يتميلا شيراز وش من سنة تقرأي سنة خمسة ابتدائي تقرأي سنة خمسة؟ نعم شحال عندك من لي بديت تتعلمي اللغة الإنجليزية وين بديت تتعلميها؟ إذن بدأت تعلم اللغة الإنجليزية من ثلاث سنوات عمريقا لوحة إلكترونية من أهوالدية شرودي لوحة إلكترونية مهم ومبعدت كأمي أنا بدأت تدلي فيديوهات للأطفال وطبعا أحد دلي الفيديوهات مثلا للبناس كما نياهك طفلات قليبة عربي وحويج لي حفزوني ويشجعوني بشكل نستمتع في نفس الوقت نتعلم إذن عجبتني عجبني النطق تعلق اللغة الإنجليزية جسنيك كحلوة وسهلة أيضا لذلك أحبت وبعد ذلك بدأت طول نعود نكرر الكلمات نكرر الكلمات والحمد لله تعلمت اللغة الإنجليزية وليت نتقن اللغة الإنجليزية من بعد كي بدأت تتعلمي على اليوتيوب ما تفكرت تروحي بالكتق تاني هكذا بعض الكتب باش تحصني اللغة تاعك خاصة شغل متعلق ربما بالقواعد اللغوية باشتعر في مليح مليح فكرتي فيها طبعا طبعا كما الآن عندي بزاف الكتب يس I have a lot of books بعد اسماء الكتب I have around the world and American Muslims I also have Heidi و أنا هذا الكتب قرأت قصة Oliver Twist يعني ما شغلتش الكتاب عنه بصح كان ما بين القصص اللي قرأتهم جميل يلا خلينا نعرفو كيفاش انت خلاص تعلمت اللغة الإنجليزية قرأت الإنجليزية أيضا في الكتب لكن كيف أجدتك الفكرة أنك تدخل المواقع التواصل الاجتماعي وتولي صانعات محتوى وتشارك فيديوهات أوكي إذن أنا كما كان عمري ست سنوات كنتني نتابع طفل اسمه بداه كما نقول وشعون والله كعلمية لكن وقلت الودي الآن أنه نحل قناة في اليوتيوب والحمد لله حلتها بشارك أنا حبيت وش تعلمت نزيد لعلم الأطفال بطريقة بسيطة وممتعة وبأسلوب طبعا ومبعد وقتا شنشرتي أول فيديو أول فيديو عندي كان تعريف بالنفس يعني وطبعا كان في اليوتيوب منه كان أول فيديو ثم كانت تعريف عني النفس عرفت بنفسي وقلت تعلمت اللغة الإنجليزية كيف نعرف بنفسي الآن وهذا كان أول فيديو تقريبا نعم أكيد شكني يختار المواضيع شكني يعطيك الأفكار تعل الفيديو شكني يختار حالك شكن يعني الفيلميك وشكن أيضا يركب الفيديو هات تاعك نعم المونتاج المونتاج تعل الفيديو هات إذن هي اللي تخدم للفيديو هات وهي اللي تصور ني أيضا يلا نوجه تحية حرة لها الأم أم الشيراز نوجه لها تحية حرة هذه المناسبة إذن تحدثي على الدراسة كيف توافقي بين الدراسة وصناعة المحتوى كيف تقدري تقرأي وتحصل لعنا نقاط تعكم ليه حاشيراز نعم طبعا يعني ما عنديش شك في ذلك أكيد لكن كيف ربما توزني بين صناعة المحتوى والدراسة خاصة أنك في القسم النهائي لطور الابتدائي وعندك ربما تقييم نهاية سنة لكي تنتقل للمتوسط نعم إذن الفترة الصباحية كمنا نعقبها في المدرسة لطولي هنا في المدرسة كما قلت لكم ما تجيب لي أفكار تجيب لي أفكار على الفيديو وحاول تدير وبدأ كما نجي في الماساء تحاول تقول لي هذا الفيديو الموضوع هذا الفيديو من دوس كنت نقش فيه نقدموه للأطفال منه كيكون موضوع باين وذيك سميجيني سهل نقدموه للأطفال ونبدأ نبدأ ندير تماريني سواء كانوا حفظ سواء كانوا تمارين وبغير هذه الدروس الحمد لله منه خدمت بجهد وذيك استطعت أن ننشر فيديوهات للأطفال أيضا وفي نفس الوقت جبت نتائج ملاح والحمد لله أكيد ما عليش قبل ما نخليك تروحي شيراز كيف شاركت جوزي العطلة تاك هذه اليامات كيف شاركت وفقي من الدراسة من اللاعب أيضا شحل في عمرك 12 سنة فقط وأيضا كيف شاركت نظمي وقتك باش تقراي خلال هذه العطلة شيتوية أوكي إذن في هذه العطلة ساعتها نقرأ الكتب أيضا في اللوحة الإلكترونية بنها نياطول كما نبدأ الامتحانات ما متخبل للوحة الإلكترونية كما تجبد هذه ساعت نتفرج فيديوهات كترفيهية باش نستمتع قليلا وأيضا في نفس الوقت قادر ندير قصص الأنبياء ساعت نذهب نقرأ القرآن في المسجد ساعت نقرأ في الدار أيضا نقرأ الكثير من الكتب وأيضا أنا جيت لتزاير أيضا في هذه العطلة صحيح عجبتك الجزائر العاصمة هاي لا عجبتني بزاف وش عجبك فيها وين رحتك يجيت لتزاير يعني عجبني بزاف خوائد خاصة حيث مختلفة عن ولاية ميلا ماذا مختلفة عن ولاية ميلا عن المنطقة تاعة الله ما اسمعتك قلت لك الجزائر العاصمة مختلفة عن ولاية ميلا مختلفة بزاف بلك فيها عمارات كتر فيها ميناء كبير فيها أيضا مقام شاهد بلك رحتين وما رحتين فيها فيها بزاف بلو كميلة وشورغ ملي ما فيهمش ومش رحنا الجاردان دي سيست عجبني الحيوانات الحديقة الأشجار جميلة عرفنا بك هنا كنا نجيبك لنا الأستوديو باش نستغلك يعني باش جوزي معنا هنا يعني حضوريا في الأستوديو معليش قبل ما نخليك تروحي فقط شيراز قولي لحاج جابرك هل تشاركي في مسابقات وطنية إذن أنا شاركت في مسابقة هنا عندنا في الشرق شاركت فيها نطق اللغة الإنجليزية يرعلن اللغة الإنجليزية طبعا وخرجت في المرتبة الأولى الحمد لله ونجحت فيها وأيضا جايتني مسابقة أخرى كوطنية ودولية في نفس الوقت صحيح إذن عندك طموح باشتشاركي في مسابقات دولية طبعا عندي طموح كثيرة I really want to do like in these challenges because they're really amazing ونقدر نطور في لغتي أيضا من هذه المسابقة and عندي مسابقة أيضا هنا كيبا أقول لكم موطنية وفي نفس الوقت دولية وثانية إن شاء الله عن قائبة هنتعرفوها عزيج والتي سبرايز أكيد شكرا جزيل الشكر لك شيراز عزوز الميدة وصانعة محتوى نتمنى لك كل التوفيق في مسارك الدراسي وأيضا في صناعة المحتوى الهادف والجميل كنت معنا مباشرة من ولاية ميلاك سرتين روتين البرنامج بهذا الابتسام وهذا البراءة إذن إن شاء الله تكوني مثال لكل الأطفال اللي يتابعوا فينا أنت وحتى الأولياء تعكلي يشجعوك وأنا دائما أقول أن الأطفال يلا نخليك كلمة ختمية قبل ما تروحي باش تودعي المشاهدين حسنا لا يوجد شكرا لك إذن قبل ما روح ببيت ننصح للأطفال أنه لا يستثموش لأن كل شيء ممكن في هذا وكما يمكنك فعله خاصة ننصح الأولياء أنهم دائما يتابعوا أطفالهم في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يوجد الكثير من الستربيات ويوجد الكثير من الإيجابيات وطبعا إذا تبعتوا أولادكم ورحتوا معهم في الجانب الإيجابي راح ينستفادوا بزاف وإن أتمنى أنكم فعلت هذا شكرا 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 لك شيراز أتمنى لن صحيح الحمد لله وفقنا ربي ورانا هنا اكيد اليوم حديثنا عن اهم تساؤلات حول علاج الاسنان والوقاية من الامراض التي توصلك في العيادة وايضا عن مواقع التواصل الاجتماعي يعني كنتنا نشاهد جدا نقدر نقوله ربما صانع محتوى تببيل كان هناك الكثير من الاسنان برابور لعلاج الاسنان ابتسام الهوليوودية كما معرفة عندنا الترطراج للوديف للزاپاري بزاف بزاف الكيشون جونة على هذا خيرنا اليوم ننترقل بعض من الاسئلة بيتوصلكم سوف براهيم في انتظار جاهزية اسور نحضره فيهم عندي حبيت نوقف عند نقطة مهمة كنا صباح في فقرة حماية المستهلك تحدثنا على صانونات التجميل والحلاقة اللي راهم يمتهنوا بعض المهن على سبيل المثال طيب الاسنان طبيض الاسنان وعلاج الاسنان في صانونات التجميل تعليق تاعك على هذه الاجراءات حتى عدسة الاسنان تاج هذا المعروف رامب ميوسوه في صانونات التجميل صحيح صحيح التعليق تاعي الاول شيء خطير جدا لانه طبيض الاسنان راوي بالنا حاجة بازيك حاجة الاولى لازم نعرفها قبل ما نديرو طبيض الاسنان لازم نديرو علاج اللفة قبل وحاجة الاولى تخبرتك وحاجة الاولى لازم نديرو وحاجة تخبرتك لذا راحت مرحة تخبرتك بعد حاجة للمشاهدة في الاسنان لابنيرو نديرو انزل لحاجة في كابينة دونتر في صفحة كبينة دونتر لأن الأسنان يتحدثون بشكل صحيح بشكل صحيح وشكل صحيح لأنه يمكن أن يكون لديهم بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح حتى نرى الأسنان التي يكونون دونتر للأسف الآن سيكونون في صنونات التجميل لقد وقفنا على حالة منذ أسبوعين عندما كانت أيضاً فتاة أو شابة تجهدت لصنونات التجميل من أجل القيام تاج الأسنان من أجل تحصل على تاج الأسنان للأسف في صنونات تجميل هذا حطولها تاج الأسنان لكن مراعا شربما تسوصت على الأسنان تحت أيضاً حالة اللثة وهذا أدى إلى ظهور عندها الكثير من المضعافات وقفت على هذه الحالات في العيادة تعكيد نعم متأكيد يجونا نعم 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 العام الثاني اللي نروحوله اسمه اللي دي اللي السنسبلتات سي بيان الكاري تكون عندنا يوم كاري تسوص الكاري لازم نعرفه بلي فيهم بلزيور ستات كما الأسنان فيهم بلزيور فكتور حنا نحفظ هذه الدروس خلاص حنا نشاهد يعني كيل التسوص يفوت منطقة الميناء اكزاكت امور في الحق منطقة العاج ولا الأضنطين تما كنو اللي ونشعروا بلي السنسبلتات كما قلت لك هذه حاجة دوزيام لدي السنسبلتات عندنا عوامل أخرى ربما أيضا من بين العوامل تبييض العشوائي اللي هدرنا عنه يعني في صنوات التجمل ما يخدوش بعين اعتبار ربما خصوصية المارض سلامة الفمتعو أيضا نقطة أخرى بلك بعض الإجراءات في البيت من أجل تبييض الأسنان البكاربونات بالسكر والملح أنا جاي لك هذه أكبر كاريتي على بيحوك صحيحة مباشرة صحيحة مباشرة لدينا بعض الإجراءات مثل الشاربون البكاربونات الثوم الكوركم القارس كل ما يدرون بشي بيض الأسنان سأخبركم سأخبركم هذا كامل هذا الحوايج كامل ستضرر وقتكم ودراهمكم في باطل فيهم ستضرر أسنانكم ونرحونا لك نرحونا لكم باللائل وصحيحة الوحيدة لكي تبيض الأسنان لكي تبيض الأسنان هذه الوصحيحة الوحيدة لكي تبيض الأسنانكم سأخبركم من شرطوا الشاربون لكي تضرب كثيرا رغم ترويج الكبير هذا الفحم يعني يقولك أنه يبيض سأخبركم 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 ووقتكم وصحيتكم في باطل نرحونا لسؤال آخر ما هو الحمر الذي ينصح فيه زيارة طبيب الأسنان للطفل؟ نعم زيارة الأولى للطفل الصغير عند الطبيب الأسنان أحب أن تكون لكي تكون أول عام 2 عام هل أسنان إذاً؟ حقTony سأخبركم سوف يكون لدينا معاملة خاصة مع تفل صغير. سوف نستطيع أن ندتكتر الكاري والمالفورمات والدفورمات والمشوار على صغر. سوف يكون التعامل أكثر ربما و أكثر أفكايا لكي نبدأه مع تفل صغير على صغر. سوف نفهمها مليح كيف سوف تعتنيها بأسنانه حتى يمكن أن يحق لها أسنان. سوف نفتح أقول صغير إذا الأم ربما تعطي فرشات الأسنان تعطي له المجون للطفل. في مرحلة أولا تخليها من بعد تقول له أعطني نعونك. هذة هو الإجراء الصحيح؟ بالعكس، إذا كان يدعي الأسنان قبل، والذن تعمل بسبب كيف كان يحقق على أن تدعمه يوميا. هذا يجب علي VERIGHب. لأن تبدأ النور في عالة أصف من الأمي. بعد ذلك، ذلك لا يحقق على أن تت unseren ردع. كان لحظة الأسنان وأطيع أن تكف الفوم التي ولاحسز60. كان على البروث يجب علي أن تكون قد jugر استطيع الببصل في العمزة الأمي. جداً. الأم هي اللي تحرس على تنظيف فم فم الإبن تحا بمفتيت كمبريسة تنتويله بسباحات تنتويله السمارة كفيتابيوكال تعو هذا مكان بالك الأم هات لم يتابعو فينا النظافة للفم تعالى الراضيات تحا هي مهمة جدا وآخر إجراء تقوم به يعني كل أم هات لم يتابعو فينا بلك يواصفوني رأي في الصغير دي ما مرد دي ما يشكي من حاجة داكور دونك المامو راح تنقلجي شوية السمارة بيوكال تعو ألوك ستنطرق تخيز امبورتن سما من الفم نقدر روح وبعد شر الأمراض في القلب أمراض في المعيدة دونك فو با نقلجي هات الحاجة أكيد يالله نوقفو ناريمان عند هاد الصورة هاد خلاص هادا وين جاونا عليها دكتور فقط ناريمان نو كان نروحو السؤال آخر رأي تابع فينا في غرفة التحكم ربما على بلها وشنه هما الأسئلة اللي اتطرقنا عليهم إذا هادا نهضرنا عليه هالفهم مفيد لبيض الأسنان العكس راح يضر بزاف الأسنان كثر من المنفع تعو صح راح يعطيكم ريزولتات سور بلاس حتشوفوا بلي سنانكم بيادو بصح مور لابلكاشن تعو بسنك او سي موار راح يضرنا دي سنسبلتات اللي فا أبمي سورتو لدن أبخي بعد راح يكونوا عندنا دي ديگا سؤال آخر يلاحقك بزاف؟ هل صح دي تارتخاج يرشي الأسنان؟ هاد شي خطأ خطأ كبير انا نسمعه بزاف جو سيباش كوننا ويخرج في هاد لغيما هل بدعو الجزاكريين؟ ربعين مليون طابيب نعرفو في الفوت نعرفو في كلش دي تارتخاج يرشي الأسنان دي تارتخاج بالعكس دي تارتخاج يرشي الأسنان دي تارتخاج يرشي الأسنان من الكهربائية ولا اليدوية التقليدية اللي نعرفوها دي تارتخاج تارتخاج الـ 80% يعني احسن دوقا حنا رح ندروه الاشنطيفيك ماذا ندروه الوهر كمدرنا على الاطفال صغير الا الاطفال صغير سيما ايضا يمكن ان ي tavسطوك على أنه يدرس مليح بلا منتجهه أبروست الإلكتريكي هو الحال لغير لأنستطيع الإلكتريكية تعلق بشكل جيد وهذه مجتمع بشكل جزء وهذا يكون غادر السعوداء أو تكون حسنان لكن البدرس إلكتريكي حسنًا لدينا المجتمعة يجب علينا الت Woolrich التي تعلق سمع بشكل جيد لذلك يجب علينا التعلم اليداويات الأفضل الأدول السبب الإلكتريكي للبداي يلا على بنا بالصيف بشجتنا لكن للأسف نظر اللي ضيق الوقت نلحق الختام هاد الفقر علينا هاليوم ان شاء الله جينا الاسبوع المقبل لكن قبل ما نخليك ترى احنا يا صحفين خلبنا شوية في حسابك على مواقع توصل اجتماعي وكين واحد صويرة حبينا تعلقنا عليها لابت انتباهنا قبل ما ترى يلا طبيب الخاص تعال الناخب الوطني تعال الناخب الوطني جمل بن ماضي شخص عزيز عليها بزاف وشخص لي اسمه كان لي اشرف انا كطبيب اني نرافقه ماشي غير انا يا اسمه الليكيب تالعيادة معانا كامل وشكرتاني الدكتور خليل اللي اعطنا هاد الوپورتونيتي وان شاء الله نزيد ونشوفه في اقرب وقت ان شاء الله جاعدنا بالماضي خاف من الدنتيس او لا ما خافش اه لا فرانش مون لا ما خافش وكيما كان شوجع في الكنسونال ودار دي سيزيون كيما هكذا كيما جاعدنا عادي شكرا جزيلا الشكر لك براهن السعيدي مختص في طيب وجراحة الاسنان كنت ضيفنا اليوم في الاسجول اول مرة وان شاء الله الموعد يتجدد لما الاسبوع المقبل